سريعا هننتقل مع حضراتكم لأخبار الزراع حول العالم أول أخبارنا زراعية حول العالم النهاردة موجة جفاف هي الأسوأ منذ عهود تكتاح إيطاليا تشهد إيطاليا موجة جفاف هي الأسوأ منذ 70 عاما إذ انخفض معدل هطول الأمطار في البلاد إلى النصف مقارنة بمتوسط معدلتها خلال 30 عام الماضية وفيما تشهد الأنهار تراجعا في منسوب مياهها فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم الأمور وتراجع معدلات المياه في إيطاليا ليس أمر نادر الحصول ولكن ذلك عادة ما يحدث في وسط وجنوب البلاد لكن هذا العام انتدى الجفاف ليشمل الجزء الشمالي من إيطاليا حيث بلغ معدل هطول الأمطار في فصلي الشتاء والربيع ما يقرب من 60% مقارنة مع متوسط معدلاتها العام خلال 30 عاما ماضية وفقا لبيانات المجلس القومي الإيطالي للبحث من أخبار الزراع حول العالم أيضا الصحراء الجزائرية مركز زراعي عالمي حقيقي الوادي منطقة قاحلة في الصحراء الجزائرية أصبحت مركزا زراعيا دوليا حقيقيا أدى ذلك إلى خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغزائي للبلاد كجزء من استراتيجية الزراعة شرعت الجزائر في استكشاف الصحراء مئات الألاف من الهكتارات من الأراضي المزروعة في الصحراء الجزائرية في غضون بضعة عقود أفسحت هذه الكزبان الرملية المجال لزراعة الخضروات المبكرة في البلاد إنها وسيلة لتشجيع أيضا النشاط الاقتصادي وتطوير الزراعة في منطقة الوادي طموحنا هو تصدير إنتاجنا إلى الخارج وتوجيه تحية للمزارعين الذين تمكنوا رغم قساوة الطبيعة من توفير أفضل منتجات البطاطا في البلد معترفا بوجودها في جميع أنحاء العالم ويقول علاء الدين مكناسي منتج البطاطا في ورماس الشمس على مدار السنة تتيح للمزارعين إنتاج البطاطا غير الموسمية وتصديرها وكذلك الطماطم والفول السوداني والبصل دي مشاهدينا كانت أخبار الزراعة حول العالم